اشتركوا في القناة كل عام وانتم بخير وان شاء الله انه عام خير وبركي على الجميع طبعا القمر الان موجود في برج العقرب الان موعد بث الحلقة اللي هي ساعة ثنتين بتوقيت جرينيج القمر موجود في برج العقرب وطبعا في ساعة خمسة وتسعة دقائق ببدأ خلو المسار اللي هي مرحلة الانتقال بتوقيت جرينيج اللي هي بده ينتقل القمر من العقرب للقوس القمر الان موجود في منزلة الشولى وهي منزلة الضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وثلاث دقائق من صباح اليوم الجمعة واحد وثلاثين اتناعش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما انه بده يعمل خلوه مسار زي ما حكينا من الساعة خمسة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينيج لغاية الساعة 11 وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيج هاي المدة دائما هاي مدة سلبية فترة خلوه المسار يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة 11 وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر بيكون انتقل واستقر وبلش يشكل أول زوايا لإله وهو موجود في برج القوس طبعا القمر لما بنتقل من برج لبرج صفات البرج ككل بتأثر علينا ككل على كل البشر على كل الأبراج حتى لو برجك إيش مكان صفات الأساسية من هذا البرج أو التأثيرات الأساسية على هذا البرج بتصير بتأثر علينا أو المجتمع أو الحياة حوالينا بتتأثر بطاقة هذا البرج فعشان هي لما يصير القمر موجود في برج القوس منشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مراحن منطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا اللي مؤثرة علينا اللي هي الزوايا البطيئة اللي بين الكواكب الكبيرة أو البطيئة السرعة هاي اللي زوايا بتستمر تقريبا يومين ثلاث أيام أسبوع شهر شهرين ثلاث شهور على حسب الزاوية ما بين أي كوكبين بطيئات بالنسبة للزوايا اللي الآن متشكلة أول زاوية هي زاوية تربيع اختيران إيجابية بين عطارد وبين بلوتو طبعا تأثيرها لها نهاية يوم واحد وثلاثين واثناش هي مستمرة لها أكم يوم هي شوي لها بزيادة حدة الذهن أو الأفكار الحدث، الحس النقدي، حب العدالة، الاهتمام بالأمور الغامضة والروحانيات، الطاقة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريع واتخاذ قرارات لازمة بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس بين المريخ وبين زحل وهي تأثيرها لغاية يوم ثلاث واحد هذه الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا التغلب على العقبات وتجاوزها وممكن تساعدنا برضو في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيرها لغاية يوم أربعة واحد بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث عنها أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة طويلة المدى يعني إلها تأثير تقريباً قرابة الشهر إلها ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم ثلاث عشر واحد هاي زاوية زاوية تربيع سلبي بين زحل وبين أورانوس طبعاً هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات حتى الأبناء بيتمردوا على آبائهم بهذه الفترة أما تأثيرها علينا ككل وهو دولياً أو طبيعياً أو عالمياً هذا عادة هاي بالدل على تغييرات أزمات مفاجئة في الحكومات احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة مفاجئة كالعواصف والزلازل أمور لها علاقة بالطائرات أي شيء له علاقة بالسك الحديد برضو بتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي هي تأثيراتها اليوم يعني بالنهار أو طيلة النهار هي زاويتين الزاوية الأولى زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وأربعة عشر دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية وهاي قوية جدا الزاوية لأنها بين القمر وبين المريخ لدرجة أنه المريخ رح يفقد كثير من طاقته خلال هذا اليوم فعشان هيك هاي الزاوية بتكون الساعة ثمانية مساء بتوقيت جرينيتش ولكن هاي الزاوية من ساعات الصباح مستمرة وبتستمر تقريبا لساعات الفجر فتخلق لدينا شعور بالملل من عيام الروتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط ممن جديد اللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب بما أن القمر رح يكون موجود أغلب الوقت أو انتقاله من نعتبر أنه انتقل وصار بالقوس فالأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية واللي بتطلب مننا عناية زيادة أو عناية إضافية الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدولا أكثر مناطق حساسة بتكون في جسمنا اللي عندهم مشاكل رح يشعروا أنه زادت الألام بهاي الفترة اللي عندهم حساسية في هاي الأمور بدهم ينتبهوا يحاولوا ما يرفعوا أوزان ثقيلة ما يتعرضوا للبرد ما يعملوا حركات مفاجئة طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بالعمليات الجراحية هذا اليوم ولكن هاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها من فضل إن ما نلجأ لا عملية الجراحة لإلها إلا إذا كانت طارئة جدا ولكن يوصى للعلاج لإلها أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا لا يوصى في عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه الزهرة بتتراجع يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد اللي بعانوا من كثافة الشعر أو الشعر الزائد المزعج اليوم بيقدروا شيلوه عشان يبطئوا من عملية الإنبات يصلح برضو هذا اليوم لقص الشعر التجميلي مثل الصبع أو القص التجميل العادي ولكن لا يصلح للقص العلاجي اللي عندهم ضعف في شعرهم وبدهم إنبات اليوم هذا لا يصلح بالنسبة لمطعم كورونا مناسب ما في أي مشاكل على مطعم كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو بندول براستيمول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام عشان الحرارة ما ترتفع وبرضو عشان المضاعفات أو التعب أو الإرهاق فهو بسكن هاي الألوء الألام ممتاز جدا إذا بعض الأشخاص بشعروا بألام مكان الإبريتاعة اللقاح يخذوا أنتهستامين أو هستامين يعني أي دواء للتحسس بمشي الحال بما أن القمر رح يكون موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت واحد واحد بيبدأ في تمام ساعة ثمانية وخمستاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة أحداش دقيقة مساءا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 26 يوم في تمام ساعة وحدة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بيصير 27 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة 45% القمر في العقرب وبيدينتقل القاوس وطبعا رح يضل لغاية يوم واحد واحد هو منتحس اليوم بنسبة 40% عطارد في الجديد حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجديد يتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القاوس حتى يوم اربعة وعشرين واحد طبعا هو سعيد بنسبة 30% ولكن من ساعات الصباح لأنه الزاوية اللي حكينا عنها رح تبدأ تأثيراتها بصير منتحس بنسبة صفر يعني بفقد طاقة بالكامل بصير يعطي طاقة سلبية ولكن مش رقم يعني تعتبر صفر بالنسبة للمشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في الميهة قرانس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشر في الميهة نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في الميهة بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في الميهة أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن بدون ينتقل أو انتقل نعتبره واستقر في البيت التاسع لإلكم فعشان هيك بتنشطوا في مجال الدراسة السفر الاتصالات لا سيما البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية مناسبة للاتصالات البعيدة للإستراد والتصدير للغضايا الغضائية يعني فترة ممتازة جدا برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة لأن القمر صار موجود في البيت الثامن الفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي ممكن تنشغل ببعض الأمور العائلية أو البيتية أو الصحية لأحد المقربين لا إلك برج الجوزة طبعا القمر الآن صار في البيت السابع يعني مقابلكم تماما وبما أنه صار مقابلكم فهو بعطي إيجابية وبعطي سلبية فهذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة مع الأزواج أو مع المرتبطين تحديدا ممكن يعززوا يتصالحوا يتراجعوا عن قرارات سابقة يتفكوا على شيء معين الأجواء جيدة وبتدعم هاي الأمور ولكن هاي الفترة بما أنه القمر منتحس فتعتبر سلبية وضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن أي شيء يستفزك أو يستثيرك ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم لأن القمر صار في البيت السادس لإلكم بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك يحاولونكم ما تبالغوا في أعمالكم اليوم بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم تحسن إدارة الوقت وإدارة عملك عدك تحاذر من الجدال مع المعاونين أو زملائك في العمل حاول إنك ما تهمل صحتك برضو ما في إشي بخوف ولكن إن شعرت بشيء اعتيادي بتوجب عليك الفحص أو إنك تروح لدكتور أهم شيء إنك ما تأجل ولا تماطل عملك يعني بمعنى بدك تتأدي أعمالك على إحمل وجه حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد القمر الآن صار في البيت الخامس لإلكم يعني الطاقة العاطفية طاقة الترفيه طاقة الهوايات ففترة للتقرب مع الأبناء الأحبة فهي فترة ممتازة جدا فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحب المالي عنكم عبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباب وحاول برضو إنك تصحح الأخطاء برج العذرة اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة وعلى الاهتمام بالمسائل البيتية والعائلية فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة أو من أحد أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء إنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة عشان هيك بدك تراعي الظروف العائلية وتحلها بمنطق وعقلانية وتراعي وضعك الصحي برضو برج الميزان القمر الآن صار في البيت الثالث لا إلك فعشان هيك بتنشطه في أمور إلى علاقة بالسفر القصير التنقلات الاتصالات النقاشات الحوارات الامتحانات لأنه هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وبتحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي لأنه القمر صار في بيت المال فالاهتمامات كلها رح تكون العلاقة بالمال والأعمال عشان هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية وبرضو حاولوا انكوا ديروا بالكوا على أموالكم من السرقة والضياع ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي الفترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربع ولكن بدها تركيز برج القوس بما أن القمر صار موجود الآن عندكم فالآن بدأت الفترة الجديدة أو الممتازلة لكم اللي بتستمر تقريبا بحدود أكثر من أسبوع فعشان هيك بتجدوا اليوم ثقتكم بأنفسكم صارت كبيرة بهمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي فيها انفراج وفيها تقدم ملموس بعد أيام كان فيها مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب بما إنه موجود في بيت المتاعب يعني فترة صعبة الآن الشمس لسه ما وصلت إضاءتها لجميع الموليد وبرضو في نفس اللحظة القمر في بيت المتاعب فهاي تعتبر فترة ضغط كبيرة بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شي إنك ما تحسم أمر لأن هالفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتكون فيها بدك تصبر لغاية نهاية يوم واحد واحد القمر بصير عندك فبتتعوض كثير من هاي الأمور برج الدلو القمر الآن في برج حليف لا إلك بيت إلو علاقة بالأصدقاء أو الصداقات فعشان هيك اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح خلال هذا اليوم وممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك فعشان هيك بتجد أنه اليوم الضغوط بتبلش تخفت وبيطمئن بالك برج الحوت طبعا القمر الآن صار في بيت السمعة بيتك العاشر فبعطيك دفعة أو قوية على مستوى العمل وعلاقتك بالمسؤولين ولكن بضغط عليك على مستوى السمعة فعشان هيك يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو الأشخاص اللي بيعملوا ممكن ينجحوا بتدفع بمصالحهم وعلاقاتهم مع المسؤولين وممكن تحافظوا اليوم على إنجازاتكم القائمة من أعمال فعشان هيك هدئ من روعك حاول ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها إذا التزمت بالالتزام فممكن تكرم اليوم وإذا خالفت ممكن اليوم يعني تشوه سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم ولهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء